فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير والعلي من أسماء الله الحسن وارض أيضا في القرآن الكريم بصيغة الأعلى والمتعال ما هو الأصل اللغوي لهذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسن وكما تفضلت ورد في القرآن الكريم وورد في السنة وأجمع عليه المسلمون ومعناه مأخوذ من العلو والارتفاع لكن يجب أن نحن نتوقف قليلا أمام العلو والارتفاع لأن العلو قد يكون علواً حسياً جسمياً يعني حتى القدماء ضربوا له المثل بأن الحائط المنزل يعلو على ما نسميه الأساس أو الأسس المنزل وسقف المنزل يعلو على الحائط وباختصار يعني هو علو الأجسام بعضها على بعض فهذا هو المعنى المادي الجسمي لمعنى العلو والارتفاع هذا معروف يعني واضح مثلاً أقول لك ده في البيت في الدور الأعلى في الدور كذا فواضح أن العلو هو علو المكان علو المكان ولكن هناك علو من نوع آخر وهو ارتفاع لكنه ارتفاع في الشأن وفي العظمة وفي أمور لا تقاس بمادة ولا بمتر ولا بجسم ولا إنما هي معان ده علو المكان ده يسمونه بالضبط علو المكان فالعلو علوان علو مكان يعني مش مكان معانا مكان أنه واحد يكون أعلى في مكانه من غيره مكان ده جسم ملموس جسم ملموس لابد أن يكون جسم ملموسا وعلو مكانه ده يعني وقد يوصف به مثلاً الرجل الشريف يقول لك ده الرجل العالي المكانة الرجل الكذا كذا إلى آخر فإذن عندنا علوين علو الأجسام علو يسمونه علو المكان وعلو المكانة وهو العلو في الشرف وفي القدر وفي الفضل وفي كل هذه الصفات التي لا تتجسد في مادة ولا في جسم إذن العلي تعني علو المكان وعلو المكانة نعم أيهما يليق بذات الله سبحانه وتعالى كما قلنا أهل السنة جميعاً يقولون يثبتون لله سبحانه وتعالى حين يقرؤون هذا الاسم في القرآن الكريم العلي الكبير أنه من ثبت له علو المكانة وليس علو المكان يستحيل عليه وصفه بعلو المكان هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن العقل يتدخل هنا يتدخل في أمرين الأمر الأول أن العقل لا يستطيع أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى في مكان ليه؟ لأنه في بداية تصوره لله سبحانه وتعالى لا يتصور ذات نبعه إنما في بداية معرفته لله سبحانه وتعالى هو قد عرفه على أنه ليس محتاجاً إلى غيره عرفه بأنه ليس جسماً مركماً كما قلنا وليست له أجزاء وأنه ليس في جهة وليس في مكان وليس في مكان فحينما ينطلق من هذا التصور ثم بعد ذلك تقول له أعلم أن الله قال عن نفسه العلي وبمعنى أن العلو مكان أنه موجود في مكان عالي جداً بعد العقل يرفض يقول لك إما أن يكون الله الذي وصفناه بهذه الصفة هو هكذا فلا يمكن أن يكون في مكان لأنه حينئذ سيحتاج إلى هذا المكان بدل أن يكون مطلقاً المكان يحدد يعني أي متمكن في المكان محدود بحدود المكان ثانياً احتياج إلى هذا المكان لأنه بدون مكان إذا كان من صفاته أنه يعني مليه المكان فثالثاً قبل هذا المكان كيف كان ثم يعني إذا كان في مكان تبيح له أنه ينتقل من مكان إلى مكان يتغير طبعاً يتغير فإذا أنت انطلقت به من ألف بمواصفات معينة لتصفه بصفة تنقض أو تكر بالنقد على كل الصفات التي افترضناها أولاً حتى يسمونه هذا خلف والخلف ده دليل البطلان لكن يعني معظمنا حين يلجأ لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء أو في المناجاة بيرفع رأسه لأعلى وكأنه بيعتقد أن ربنا فوق في السماء فهل يرفض العلماء تماماً إطلاق صفة العلي بالمعنى المكاني على ربنا سبحانه وتعالى؟ السؤال ده فعلاً يرد طيب المشكل فين بقى المشكل أن يأتي الجماعة لهم الفريق الثاني ده يقول لي طيب أحنا حنصدق كلامك ده هنا أن الله عليه طيب تعالى اقرأ القرآن وقل لي أأمنتم من في السماء حتقول إيه لازم تقول أن الله في السماء بأنه لهم كان في السماء طيب اقرأ لي أن الله سبحانه وتعالى فاصبر فإنك بأعيننا لازم تفترض أن الله له عين سبحانه وتعالى أقرأ قوله وتعالى غير فاصبر فأيد يد الله فوق أيديه حتقول لي لازم له يد فتعمل إيه في هذه النصوص هنا أنا أمام أمرين إما أن العقل هو الذي استدل على إطلاق كل هذا بحيث أنه لا يتقيد بشيء وأيضا آيات أخرى ليس كمهو اللي سند يعني ما تفتكرش أن العقل لما حكم بكده حكم برضو الوحد لا قال لك أنا أقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء أنا عندي هنا وأخذ أنا هنا شهادة بأن لا يمكن أن يشبهه فكيف يشبه بالبشر عين وإيه لا يمكن سبحان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب فهو العقل قال لك أنا بأخذ دي مع الصفات التي يثبتها أي عقل وأذهب إلى الصفات الأخرى لها تعكسني في هذا الفهم هذه الصفات الأخرى يقول العلماء تؤول بمعنى أني نصرف يعني ظاهرها غير مراد إنما نؤولها بمعنى يمشي مع الكلام الأولاني ده فمثلا فاصبر فإنك بأعيننا يؤول بالعلم أحنا نعلم شايفينك شايفينك ربنا سبحانه وتعالى نقول شايفنا شايفنا يعلمه طيب والعقل طيب أنت ما تقول كلام ده عقل تحكم يقول لي أبدا لغة العرب ورد فيها هذا أن العين تستعمل بمعنى العلم والمشاهدة والمراقبة والملاحظة وفيه مثلا والحراسة وحرصنا بعينك التي لا تنام طيب أيضا ورد في لغة العرب أن اليد بمعنى القدرة يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرتهم فإذن لو أولنا هذه الألفاز اللي هي يعني يوهم ظاهرها أن الله جسم أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينطبق عليه ما ينطبق على الصفات البشر نصرف ظاهر هذه الألفاز ونؤولها تأوينا لغويا على قانون اللغة كيف نفهم الآية في سورة طه الرحمن على العرش استوى نعم هذا أيضا هو يعني محور في كلام كثير جدا لكن ده فرع أنه هل الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلو المكاني الحسي المادي أو أنه لا يوصف بهذا جمهور المسلمين وجمهور العلماء وأهل السنة الأشاعر الماتردية المحدثون هم هكذا في قسم من المحدثين هم اللي بنسميهم المشبهة أو بنسميهم المجسمة هم الذين توقفون أمام ظواهر هذه الألفاز ويجرونها على ظاهرها ويصفون الله تعالى بها على ظاهرها لكن الباقي يقول قف هذا اللفظ ليس مرادا به ظاهره فيه بقية داخل معلش يعني الموضوع مش بالعكس ده في غاية الأهمية يعني أرجو أن أكون يعني أستطعت أن أبسط بالمسألة أيضا في داخل أهل السنة ستجد فريقين فريق قديم الفريق القديم يقول لك شوف أنا أؤمن بما ورد في القرآن الكريم ولكني لا أفهم معناه وأكل معناه وتفسيره إلى الله سبحانه وتعالى أتركه لله سبحانه وتعالى يعني أنا ما علي إلا أن أقرأها ولكن يقول لي إيه معنى يد هنا أقول لك قف أنا لا أعرف وليس من حقي أن أعرف بس ده ما مش مطلوب طبعا نعم نحن كلمنا عن الوعي طبعا وهذا هم اللي بسموهم السلف السلف يجري هذه الآيات يعتقدها ويؤمن بها لكنه لا يقترب من فهمها وإنما يترك أمرها إلى الله حتى كان يقولون أمروها كما جاءت يعني قرأوها كما جاءت ولا تفسروها وبعضهم قال تفسيرها قراءتها نكتفي بس بالقراءة نكتفي بالله بالقراءة وطبعا منهم الإمام مالك رضي الله عنه عنه لما سئل يعني عن استوى كيف استوى لأن طبعا المجسمة والمشبهة استوى يعني أعد حتى بعضهم يعني ذهب بعيدا وقال أنه حين استوي على العرش يسمع للعرش صوت يعطو أطيطا كأنه أزيز ده أفرطه في الخيال طبعا ده يعني فالإمام مالك لما سئل في حلقة العلم عن ما معنى الرحمن على العرش استوى فهو أطرق قليلا وقال الاستواء معلوم معلوم يعني ثابت في القرآن وما فيش كلام الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف جلس كيف كذا قال هذا أمر مجهول ثم قال والسؤال عنه بدعة وحتى قال للسائل ما أراك إلا صاحب بدعة فكر الله هو ضرد من لأنه فعلا تعمل فتن فنعود إلى أن السلف قسمين القسم الأول لا يدخل في هذه المشكلة على الإطلاق ده مرر اللعبة خارج أقول لك أنا لا أعرف ماذا يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة وهذا أمره مفوض إلى الله الخلف اللي موجه بعدهم مبدأ من الإمام الأشعاري طبعا عز عليهم زي ما قلت حضرتك أنهم ينسحبوا من المشكلة ويتركوها كذا فبحثوا وقالوا أن هذه المفردات التي وردت في اللغة بما تفيد أن الله جسم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا هذه تؤول تأويلا لغويا على قواعد اللغة العربية بالمعاني التي تتفق مع ذاته سبحانه وتعالى بالمقصد طبعا وليس باللفز وليس باللفز ولذلك في عندنا خلف وعندنا سلف الخلف من أهل السنة أيضا لكن دول غيحوا نفسهم وقال أي مشكلة لأنني لم أفهم شيء مش مشكلة الخلف أول هذه الألفاظ التي كما قلت حضرتك الرحمن وعرش استغى وغيرها والألفاظ الأخرى أولها بما يتوافق مع الصفات الجائزة لله سبحانه وتعالى أما المشبهة والمجسمة وهم قديما وحديثا فهم يصرون على أن الله له مكان وبعضهم حتى أثبت له الانتقال وبعضهم فسر ينزل ربنا في الحديث الشريف كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأكفر للأخر قالوا بعضهم قال ينزلوا كما أنزلوا أنا من درجة كذا فطبعا هذه هي معركة قديمة ولكن يعني بين حين وآخر يعني ينبشوها ويخرجوها لضرب الوحدة الإسلامية أو لزرع الفرقة بين الشباب الإسلامي فضيلة الإمام السؤال الذي نختم بي حلقاتنا عادة كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنى العلي نعم العبد هنا يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن أن يصل إلى الدرجة العليا الكاملة في هذا العلو وإنما هي لله وحده فيشعر دائما بأن علوه ناقص وهذا ما يليق به وأيضا أن هناك علو لا يصل إليه فرد من بني الإنسان وهو العلو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام هو علو أعلى بالنسبة لنا لكنه بالنسبة للعلو العلي الأعلى هو دونه بكثير فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلسي حكماء المسلمين حوارنا مستمر في الحلقات المقبلة حول أسماء الله الحسنى وأحباءنا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته